دائرة الثقافة بالشارقة أربعة مبدعين مصريين وذلك بحضور الدكتورة إناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وبرعاية الدكتور سلطان بن محمد القاصمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وذلك ضمن الدورة السادسة لملتقى الشارقة للتكريم الثقافية المرة الثانية نشارك مع ملتقى الشارقة الحقيقة في التكريمات سعداء جدا بتكريم أدباءنا وشعراءنا المصريين ولكن كمان أيضا في دمنهور السنة الفاتذ كان فيه أيضا شعراء من دول عربية مبادرة عظيمة طبعا من حاكم الشارقة وسعداء بيها وإذن الله مستمرين معهم وكل الدعم لها هذه المبادرة التي تهتم بتكريم المثقف والأديب العربي أينما كانت انطلقت في هذا العام من مدينة دمنهور بتكريم الأستاذ الفنان المترجم سيد إمام وها نحن اليوم نعود بتوجيه صاحب السمو حاكم الشارقة لاستكمال ذلك الملتقى بتكريم أربع ثقامات ثقافية عربية مصرية خدمة الساحة الثقافية العربية تكريم شخصيات مصرية التي ساهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة احتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية يتم داخل بلدانهم بالتعاون مع الوزرات والهيئات الثقافية الرسمية فكرة الحقيقة أعتقد أنها إن لم تكن جديدة في مضمون التكريم فهي جديدة في أن الهيئة التي تقوم بتكريم بتنتقل بكامل هيئتها وبرئيسها إلى بلدان المبدعين والمثقفين لتقوم بتكريمهم في أماكن تواجدهم هذه لفتة الحقيقة طيبة جداً والحياة غير مألوفة سعيدنا بحياة استقبال الوافد الإمارات التكريم ده مفاجأة سعيدة جداً بالنسبة لي لأنها حسستني أن فيه أعين بترصد أعمالك أعين ساقبة تستطيع أن تتعرف على الغس من السمين وتستطيع أن تقدر الأعمال الجيدة ومن الأعمال الهابطة مثل هذه المبادرات بتحيي الحماس مرة أخرى داخل المبدع ومن هنا بتخليه أنطلق إلى إبداعات أكثر صراء وأنا ده الإحساس اللي أنا حاسه الآن بالنسبة للعملية الإبداعية أن أقاد ملتقى الشارقة للتكريم الثقافية في القاهرة يعد مبادرة ثقافية جديدة لتكريس دعائم مشروع الشارق الثقافي في الوطن العربي هزير صبري أم بي سي مصر شكرا